اشتركوا في القناة 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 صدق او لا تصدق انها مررت يا سادة التي اصرفت فيها الملايير واعتقل مسؤولها السياسي برنامانها السياسي ولا زال القادم اسوأ اخي المتتبع هنا قبل ما نبدأ واحتراما نحتل بعض القاصرين حاولنا ان باش نحيدهم من هاد المكان اللي سوف يصبح غلي ولي فاجعة اللي لم تتحرك الادان الصاغية صدق او لا تصدق وكأن هاد الشي مقصود ان من هنا الدراري الصغار تيمشيو وهنا كذكرنا هاد الحفرة برايان عزيز عزيز يا عزيز يا عزيز لان مجموعة دي المسؤولين او المنتخبين ما غادش يبغيو هاد البرامج وبالتالي كيندوا باب الكتروني اللي تيحاول يشووش على اي حاجة حاولت باش ان نتفضح تلاعبات دينهم نحن لا نحمي المسؤولية لأحد بل نطالب بتفعيل اللي جان الردع والمحاسبة حفرة اخواني اللي مازال ما شتواش قد نحاول نضغو ونترجل راجلين نحو هاته الحفرة الغريبة لنحمي المسؤولية في حالة الى وقع هاد شي كاليزا ولا ما وقفناش غادي توقع الكاريتا هنا اخواني وكانشوفوا اننا على بعد امطار من المؤسسة اللي فيها ولادنا كانت تواجد اغرب خفرة اللي يمكن تختصبوا فيها ولادنا وبنائنا وربما غادي تولي ملجأ اي مجرم بغاية ترصد او لا بغاية ونحن نشوفوا الظاهرة دير اغتصاب الاطفال اللي تتعرف هالساحة وكأننا كان هنا ننبروا لهم في انهم يستغلوا لنا حفرة في الشارع العام هاد المقاوين اللي دار هاد الحفرة ومشكل لها انا اعتبر ومجرم لان كان عليهم وخا غير اغطيوها الى جيتين تبليل هنا غادي كل مقال ديلك انك غادي اضحنا فهذا الحفرة اننا باش نوصلوا واحد صلغة من تحجويت لا لا تحجويت شيء لا 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 تحجويت هناك نشوفوا اخي المتتبع ونحن ونحن ديال ديال اخطر ما رأته عينية في استغلال المال العام من طرف موقع تنرزوا ما كنشفت حجويت اذا اخي المتتبع الكريم ونحن كان تواجدوا بالمقربة ديال ديال واحد طريق التي سبق لقناة شوف تيفي ان اشرت او لا وجهت واحد تقرير اللي كان تقرير ظننا ان مشروع ايجابي غدي تعرفوا الطريق الرابطة ما بين مريرت الحمام البيرو على مستوى تحجويت الا ان الاسف شديد اصبحت هاد الطريق كانت يفوح طرفيا لما فلشت تنشوه واليوم اخي المتتبع الكريم كان شروع الاطفال ديالنا والزوم تيشت ان طفل ها هو طفل صغير اخواني هو راجع اخواني من المدرسة دائما هو تيتها و تيحاول باشي شوف ديك الحفرة لان لا حديث الا عن هاد الحفرة وكأنها بفعل فاعل اخواني من المدرسة هنا نتبع تقريطا ونبعد قارثة ونبعد قارثة كانا ثمنية تحمل بسرحية لان هذا مارشيداز بالملايين هذا مارشيداز اخواني عنده دفتار تحملات هذا مارشي اخواني اللي ما عليها الا ان اقول حسبها كنشوفوا بان الطريق اخواني كيمة يدزوا بتلاميذ دي المدرسة يدزوا حال المقروبة وحنا على ابواب فصل الشتاء وكنشوفوا شو الحص الظلام هنا بالليل يتعطر علينا حتى باش نوت قوات لحفا من هذا المنبر انا انشد ايشنا انها تذكر بانها اقسمت لله واقسمت امام الله وامام الوطن وامام الطريق على انهم غريبين يشرفوا على المشاريع لأسف شديد غدي نخلي التعاليق ليكم فالكلمة الامازيغي قبلت شروع اي ذا سيديق النهران قبلت شروع اي ذا سيديق النهران فهنا نوجه رسالة الى كل مسؤولين من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه قبل الفاجعة هناك نوجه رسالة الى الاخت العدوي لساكنة مدينة مريرت تكن لك كامل الاحتراب سيدتي ساكنة مريرت واهالي المغرب العميق ما من مرا يعرفون اسمك سيدتي بفضل مجهودات ديالك فسارعي في هذا الشهر المبارك الكريم سيدتي من اجل ارسال رجل الردع والمحاسبة لان اصبحت عاصم مريرت واقليم خنيف رواجيات بن ملاد وكأنها عاصمة لنفسها بامتياز هادي حقيقة هادي حقيقة هادي حقيقة اذا اخواني هناك نشوف الاباء ولكل من هنا تيدوس ولكن هاد البلاسة اولادك تشك الخطورة على اولادنا هاد البلاسة ربما غادي تقتصب فيها ابناتنا هاد البلاسة غادي يقدر يطحي فيها اولادنا واغتولي اختي اخواني ان ملجأ حتى الاستعمال القرقوبي والحشيش اخواني فاناك نشوف المعاناة ديال رجال الامن امامها الظاهرة وهي الظاهرة ديال بناء اخواني ديال مشاريع سالمنا بس بخير مشاريع ديال الريع وكأن هاد الناس عارفوا على اشتمادر الي اخواني بانا كفا استهطارا وكفا استغلال المال العام في غياب تام لجان الردع وتفتيش فكيف يعقل لمقاوين السلام اخواني اخو يا اخواني اخواني سهلا بس كنش في خير وانتعشبها الناس وانتعشبها الناس واذا ادر الالي صغر وما دابتك اي حاجاته وصلت منك ووحشو ما اقع من يجب ان تقوموا بشرق المعارب من يجب ان تتقومين معه و من أن تتقومين بشرق المعارب لا تتقومين بالتعديوية هذا ليس أنه لا تحدث حذراً لا تقريباً جديد ودللي الصغار يدخلوا يدخلوا التماغ ويدخلوا الناس تم إختصابات ويدخلوا الناس يدخلوا الناس يدخلوا الناس هدفين هذا ويقولون لأنهم يتم تراجعونها ويجعلون بحفار ويقولون أنهم يتم تراجعونها ويزرعون ويجعلونهم يعملون بحفارة شكرا لكم يا أخوتي العزيز شكرا لكم شكرا لكم اذا اخواني الكرام ربما كتب الساد هدا اخذا لحظة اخواني مازالنا سيوقف علينا بشي قولنا عندك الحق حميدك سلام أهلا بخير سلام أهلا بخير سلام أهلا بخير سلام أهلا بخير السلام علينا بخير سلام أهلا بخير ؟ خذ نعم كلها ما ت strangely سما دم الوارة نعم، نعم، نعم... أوكي ماذا سنفت内ها والصغير؟ نعم، نعم، وزعج، وزعج... نعم، نعم، وزن... ومز Lynn'sooooo... تنظر بمشاركة القصية... نعم، 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 نعم دلسان أشغال البلوكة الأولوالو نعم، ضعط، نعم، 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 وقومها هناك إعدادة، إعادة، أمرناك لو لم يكن أقف بها فتنحن دايسرطي لعملت المالتحس و تصويرين عضواني و هناك ينضوف الليل ليس ملين بحيث ببعّن كانت مشهورة بالضيوة وهادير بحيثك، ما هناك ينضرت بعد للتاسم سالحقًا و لعض البراس و يمكنك البكات من الاستدخل و لا تستطيع أن اقف بها هذا هو نفسك نشاء الأسداد نقلي الباب بس ماذا؟ طريقين الأخير هل سأتذكر ذلك؟ هو أصحاب المدرسة المدرسة التكويل المهني كان لديهم مشاكل هل لمثاله التكويل المهني؟ لديهم أصحاب المدرسة خطر دخل أصحاب المدرسة الأخير تحركوا أصحاب التكويل المهني ونصحاب المدرسة كلهما يسهب البلاغ تلعب لها تبا تستطيع أن تغتسب شيئا من مرة أخرى وهذا أجد أن يغتسبه يجب أن تغتسبه لن يغتسبه لا يجب أن تغتسبه لا يوجد أي شيئا لا يوجد أي شيئا لا يعرف أنه ستسمحوا في هذا الشيء انه الحدث سيتم من الأحيان مجزوك الجزء سيئ لن يتجرب لا يزالت بخير و لن يتجرب لا يزالت بهم و لن تطلق لا يزالت بهم لن تزالت بجزء و لن يشرب و لن يجرب و لن يزال حسبي الله هذا ليس جيد لا يزال من الأولى جاء صافي حفرته 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 دارو معاه زادو خلاوة را كان حفرته دب حتى الفوق عاود انت غا مواطن انت دب انت انت الاضرار اللي عندك دب انت عندك لغنم ديالك انا طاحت واحد نار نعجا وراء غير الناس اللي يجبدوها حسبي الله والله الان نعجا لي طاحت وقتت عوم الداخل لحتى تجبدوها الناس دب اولي تنتكت خافتها ماذا يخلقين من ديالك من هاد المقاول انا دخل دب اخروف من ناس صغير او لا كيفاش غادي يديري اخروض يلا منك يديري اخروض وعد كون جتي فواحد الوقت انا يزمجو شو تابن وصل جانا را لقي دراري صغار مالدق تخرج انا دب ادب انا دب انا دب انا را بديه اخريت تغيج اسابات وقنك عرام ديال صغر وقنت جتي واحد الوقت اشويه وموهدد تلقى بوضوط الصغرات يدخلوا ويدخلوا ويدخلوا. كونه ينتمى الداخل ما اناعلم. ما يقتصب لها ايكون انا راكت لك يا اي لهش ابن اذنبنا يقتلوا وتميها الداخل يدخلوا الداخل. ايه رادة بخستان 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 بوليس يقلبوه دك الحفاريك ما فيها شيواء. راه مرات الفة بعد عشر ايام تالفة راه ولدت. يهي اللي في دوار الشماء. ميش كولي قرى هميته الداخل. فالواحد المرات احنا رألقينا واحد الرجل ليه ميت ميت طفل ممين ضارو جالت مماية ومعشي قلت شي وممين تمماية احتمت وهنا خطر على ذاك شي قاعد ذاك ليلى اي الله وسافي معندي شكرا اخويا العزيز و هاتشي انا راني تندوز المسؤولين تنتمنى و ان شاء الله تكونت انت هاد الوقفة ديال كنت هانت عندك الغنم ديالك سيطحوا لك الغنم كما انتشاء هاد الوقفة ديالك انا عين شاورا انا صغراتي من الدخل تقضرون بصغير تغادره في عامات فى الزمن ما انتشاء تنظر الوقفة ديالك ماذا تنظر الوقفة القلب لهم يدخل اي اي راه مرة كبيرة يدخل الوقفة يدخل صغير اي راه سوف نحاول نقرب اكبر لهم سوف يدر المتتبعها رحمة بعض الأطفال تشاولو بجأنا تشاعد عيب 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 بارتاجي وإخواني رحمة بالأبناء ديالنا لأننا نحن على مقربة من مؤسسات تعليمية شوف هذا الحفرة يا عباد الله رأي في الليل غادي طيح أي واحد داز من هنا صدق أو لا تصدق وكأن هذا الشي مقصود نطالب بلجان الردع كفى استغناءا بواحد المشاريع اللي كتولي مأساة على هذا الوطن الحبيب كفى استغلالا الملايين اللي كتخرج من أبناء الضرائب ديال أبناء الشعب أما المجموعة ديال البرلمانيين ربما أنهم ارتقوا أنهم يعودوا ديوم إديما أنهم يكون عندهم حض في البرلمان تهربا من الضرائب مواطنين يقولك تنعجي يليمشاوه أي كذب أن دبا من هنا أنت دبا قبل ما يبدأ هذا الراجل ما كان شايد المشكلة كون غير ما يجدون مشاريع حسنا غير ما يجدون مشاريع حسنا لأنه عندما يجيب غي واحدة ساقية صغيرة كم جي؟ واحدة ساقية صغيرة و جاءوا و تساعدنا معهم و قالوا لكم الأرض و تسميتهم و كذا و هذي يجبون تعويض و كذا و خليناهم يجبون أعطيتهم أرضكم بلا تعويض أعطيتهم الأرض بلا تعويض بلا حتى شي حاجة و أحفروا هرسونا القرياج هرسونا هذي هذي هرسونا هذي هذي و مشوا و خليوا هذي شي بحال بحال را غير تغط الدبس معهم فش كانوا باغيين يمشون من هنا و شديت شي وحدين صاحب البوكلة و تكتوم الله ما تخلوه من هنا أما بغاو يزيدون خليوا ذاك الموسيبال تتقع و كو شدي الخنز هنا و خليوا واحد المشكلة دلالي عفكم بارتاجي و رحمتان بالأبناء دينا بارتاجي و عفك دلالي الله عطيكم أستر هذي شي غريب بزاف دب كانوا عوالي انقع تلفق دب تلفق بحلاكة دب أمريضت كل هؤلات بحلاكة دب أمريضت كل هؤلات بحلاكة حفروا و خليوا و زادوا و خليوا دب أكون غير دوزوا سيمانة و لجو سيمات عندهم شي شغالية دب أمريضت كل هؤلاء دب أمريضت كل هؤلاء ما يترك و هنا ممكن تقتل بنادمة ممكن تخطط في بنادمة وتقتل الداخل و راة طويلة ستترك فيه ها هذا هو المشكلة عمدي أخي المؤخرة كبيرة أريد الله يطيحكم فيها لا ما بغي نتشي واحد يطيح فيها أخوتي بغي نحنا أن نقضو قبل ما يطيح فيها شي واحد أخي المتتبع الكريم بأن مدينة مريرت كانت تعرف اختفاء ديال واحد الأم ديال الأم ربت بيت منذ بداية رمضان فشكو اللي قالنا بأنها راة مقتولة هنا لتحت شكو اللي قالنا بأن هذا الأم راة مقتولة هنا لتحت شكو اللي قالنا بأن تتمنى حتى من 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 اللي يقتع المجتمع المدني أنهم يدخلوا اللي هنا يأتي و يشوفوا اللي إخوان ديال الكشفية حاولوا يعافكم أنكم تدخلوا تشوفوا ربما ذلك المرارة بحلوان و نلقوا الفاجئة هنا نعم نعم ي��어 اللحظة هما هي الشنطية الشنطية اللي أغبط هاد اسميتون اللي جديده ما هو اللي يخلله هي هاد ما هو اللي يبط تدخل مشروع ايه هاد الماء هو اللي يبط تدخل مشروع وحسن العمل مشروع راة احسن الشنطية لا تشترك بيش ادخل المشروع اللحظة اللحظة شعرت ونحن محطة ونقوم بسرعة ونقوم بسرعة ونقوم بسرعة هذا المشروع لا يعمل لذلك شكراً إذا أردت أن تصل إلى الرسالة شكراً والعمي لن تتابع كل شيء بخير ونرد نكمل المشي ونصر لا يجب أن نأتي لا يجب أن نأتي لا يجب أن نأتي لا يجب أن نأتي الله يحفظك يا أخوين العزيز يلا هنا لا يجب أن تقوم بسرعة ونظر على الشيء هنا يمكن أن تحقق بسرعة لا يله الله لا يله الله إذا أن أخي المتتبع كل شيء يستغرب لهذه الحفرة أردت أن كل شيء يأتي لذلك يزورها كل يتكلم على هذه الحفرة الغريبة الأطوار حتى هذه الطلبة إخواني راهم واقفين جاييني دوزوا رمضان عم عوالديهم ولكن لأسف شديد أنهم أخي المتتبع تستغربوا لأد الحفرة إذن إلا ما تدخلناش الفاجعات رايان غادي تحاول نعتها تكرر قد شوف لأد الحفرة واشدو سببات إخواني من مآسي حتى مشروع ديال الملايير داز تحت من نلماء إيه مشروع ديال الملايير داز من تحت من نلماء وغادي نحاول نقرب تشوف هاد المشروع اللي يالله تدشن هذي تلت شهور ولا كله خراب البالح قناة شوف تيفي جاد دارت هنا يا برنامج المقاويل جاء ويحفر اليوم ومشاعة وتاني قم بكل المعاناة البالح إخواني كانت قناة شوف تيفي سلطة الضوء على هاد المنكر إذن نتمنى المحاسبة والحساب أنا معمرني ما بغيت لشي واحد لحبس ولكن في هذا الخر والله العي العظيم لو لتنتمنى الحبس لأي مقاويل وأي مسؤول وأي واحد في اللجنة اللي أمام الله أدى القسم وتصرفت الملايير عيبوا لبال حاضرنا وجاء المقاويل اليوم جاء ردم هات الشي بيزدربه ومشا حسبي الله ونعم الوك إذن إخواني الكرام نتمنى أنكم باش تبرتاجي الغاية أننا إخواني باش نشوفوا بلادنا كما تمنيتوها وتمنيتها وتمنيها مالك البلاد وتمنيها أي واحد عنده ضمير وتمنيها أي واحد عنده حرق على هذا البلاد تبارك الله عليكم وتحية لكم أنا بعدها والله ما سخيت بكم نقلبه على عابير سبيل نمشي ونقلبه على عابير سبيل ونشوفه اليوم شكل عنده اليوم إن شاء الله اللي غد يفطر معنا فتحية لكم وتبارك الله عليكم ما عليكم إلا البرتاج الصيحة قبل الفاجعة إلا ما تدخلناش غادي تعاود لمأساة الدرايان ترجع للسطح تابعونا عبر برامج اللي هي تقارير بالصوت والصورة تنحاولون نرفعها عبر قناة شوف تيفي إلى كل خدام الدولة والمنتخبين وخاصة البرلمان المغربي والمسؤولين في الإدارة المركزية كان معكم حكم حميد العقاوي مباشرة من ميرتس